مواجهة مصرية تقليدية وكل الفريقين يعرفان بعضهم البعض واعتقد ان الاهل يتفوق على الزمالك نظرا لانه فاز بالدور هذا العام بفارق 22 نقطة كما ان الاهل حاليا واقع تحت تأثير بيتسو وهو ربما افضل مدرب في القارة الافريقية حاليا نحن نعلم ما فعلهم مع ماملو دي سانداونز ولهذا اعتقد ان الاهل سيكون له اليد العليا في هذه المباراة خاصة وان النهائي سيكون من مباراة واحدة بسبب جائحة كورونا وبالطبع لا يمكن ان انسى ان الاهل يضم النايجيري جونيور اجاي ولكن مشاركته في المباراة من عدمها امر يعود للمدرب ولكنه لو لعب سيكون دفع قوية لهجوم الاهل وبالتأكيد انا شخصيا اتمنى ان يلعب خاصة انني اتذكر الوقت الذي كان يلعب فيه ايمانوال امونيكي للزمالك عموما ارى انه شيء جيد ان ترى لاعبا نايجيريا في نهاء دور ابطال افريقيا واتذكر ايضا ان اسك ميموزا ليفواري كان يضم لاعبا نايجيريا في وقت ما وبما ان الاندية النايجيرية لا تفوز حاليا بدور ابطال افريقيا فسيكون من الجيد ان نرى لاعبا نايجيريا يفوز بهذه البطولة هذا هو نهاء دور الابطال الذي نحب ان نراه لان كل الفريقين المصريين كان كالاعصار الذي هب على افريقيا هذا الموسم ولكنني احب الاهلي لانني اراه ريال مادريد افريقيا وربما لان لديهم المهاجم من نايجيري جونيور اجيي ولكن هذا ليس معناه ان فوز الزمالك سيكون شيئا سيئا لان الاسطورة ايمانويل امونيكي النايجيري كان يلعب للزمالك واعتقد انه سيكون نهائي قوي واشعر ان الاهلي وجونيور اجيي سيكون هم الفائزين خاصة وانهم الان تحت القيادة الفنية لبيتسو موسيماني الذي اراه كجوزي مورينو افريقيا في الوقت الحالي ولديه خبرة الفوز بدور ابطال افريقيا وربما سيحقق لهم اللقب ستكون مباراة نهائية رائعة على الرغم من عدم وجود جماهير في الاستاذ انه شيء لا يصدق فريقين من مصر في النهائي ولكن الدرس المستفاد هنا بعيدا عن جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم فان العوائد المالية ستذهب الى الجانب المصري من الرعاة ومن الجانب التجاري لكرة القدم ومع تلك العوائد ستستمر كرة القدم المصرية في الصعود وانا اتطلع الى نهائي مثير سيكون كالمعركة لان كرة القدم بالنسبة للمصريين هي الحياة ومن يعملون في مجال كرة القدم هناك يأخذون الامور على محمل الجد ويحققون عوائد جيدة ويتطلعون الى انتاج محمد صلاح اخر واعتقد ان هذه المباراة ستكون افضل نهائي نشاهده منذ مدة طويلة